السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يا اهلا وسهلا بكم اضافة خطيرة خطيرة. اضافة مميزة جدا لجميع مصممين الموشن غرافيك والممونتجين يستخدمها محترفي المونتاج ومصممي الموشن غرافيك على برنامج افتر فكت وعلى البريميير برو. خلونا تعرف على الاضافة وكيف راح ننزلها وكيف راح نحصل عليها بشكل مجاني. خلوكم معي بعد الفاصل. حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا بكم من الاضافات المميزة اللي يستخدمها محترفين مع الموشن غرافيك ومحترفين المونتاج على افتر افكت. اضافة اسمها موشن. هذه اضافة فيها الكثير من العالمنتвинتز. فيها الكثير من. القوالب الجاهزة. فيها الكثير من تحتوي انا اقدر اقولك انها تحتوي على كل شي تريدو في صناعة فيديوهات المونتاج. على افتر ايفكت. وفي صناعة الفيديوهات الاحترافية. خلونا تعرف على هذه الاضافة. اول حاجة اول ما تفتحها راح تضع عندك رسومات البيانية لتقدر التعدل عليها وتخصصها شكل آآ رائع جدا تتحكم في جميع الالوان والاشياء الموجودة على كل جزء معي. لو اروح الان افتح مشروع عشان تظهر معي الاضافات ونتعرف على آآ آلية عمل هذه الاضافة وكيف راح نقدر آآ نعدل على الاشياء الموجودة في الاضافة وكيف راح نستخدمها. راح اقفلها الان وافتح عشان تظهر معي الاضافة وروح اختار عدل الكمبزيشن خليه فل اتش دي بدل ما هو مقاس جوال بهذا الطريقة. اخليه فل اتش دي بهذه الطريقة عشان احصل على نتائج افضل. بعدين اروح على من وندو اكستنشن بعدين اروح بعدين اروح من وندو على بعدين اروح على موشن برو. راح تظهر معي هذه الاضافة الاحترافية. اول حاجة راح تظهر معنا في بدايتها من فوق البيانة الخطوط البيانية والرسومة البيانية. اه نقدر نعدل عليها ونستفيد منها بايشي نشتغل عليه مثل جاك فيديو فيه اشياء بيانية فيه تحليل بيانات فيه ارقام تقدر تستخدم هذه القوالب الجاهزة وتعدل عليها وتعدل على الوانها وتعدل على الصور اللي فيها بطريقة احترافية. مثلا اختار هذه خمسة الان اقدر انا عدل عليها وعدل على الوانها بطريقة بسيطة جدا لو روح على من تحت خلنا نختار اخترناها طبعا نزلناها على مشروع مثلا فرض ان انا عندي هذا المشروع شغال عليه. هذه هي الاضافة ظهرت عندي لو اشغلها لاحظ معي. طيب كيف اعدل على الوان? اضغط كليك يسار مرتين عليها بهذا الشكل. راح تفتح عندي جميع الجميع المحتويات داخل هذا الخاص في التيبوكرافية اللي انا اخترته. كيف اعدل على الوان وروح على كنترول. اضغط هذا السهم ببساطة اروح على قائمة افكت من افكت اروح على بهذا الشكل بعدين اه عشان اغير اللون فقط اختار هذا القسم واغير اي لون انا يعجبني مثلا اختار اللون الازرق. لاحظ معي تغير معي اللون. يعني اقدر اخصص واقدر اغير الارقام الموجودة اه اللي تشوفونها قدامكم وتقدر تغيرون اي حاجة وتقدر تمسحون هذه البيانات تحولونها للغة العربية ببساطة تمام. تمام? مثلا عندي هذا اقدر اخليه مثلا بدل خمسة كيه. اخليه مثلا خلنا نشوف مع بعض كم نقدر نخليه. اه من اه قائمة القائمة بهذا المكان. راح يظهر معي. الان اختار خمسة اخليها ستة بهذا الشكل. مثلا اختار احدد على ستة خليها تسعة. بهذا الشكل اقدر اتحكم باي شي انا اشتغل عليه. مثل السهم هذا تقدر تعدلها لالوانه. القائمة من فوق تقدر تشيلها وتحذفهم هذا المكان مثلا معاجبتك تحط لها بهذا الشكل تنحذف معاك. مثلا عندك ان الرقم هذا معاجبك تشيلك. تقدر تخصص اي شي. هذا بالنسبة للتايب غرافيك. اروح الان افتحها من جديد هذه. اروح مثلا هذا بالنسبة بالنسبة للباكراوند نفس الطريقة مثلا عايز اضيف باكراوند خلفية للاي شي عندي للاي بيديو موشن غرافيك مبساطة تقدر تعدل عليها وتتحكم في جميع الخصائص الموجودة عليها مثلا عندي هذه الخلفية الجاهزة. اللاحظة انها تتحرك باستمرار ولاحظة انها آآ يعني فيها الكثير من الجميلة اللي انت تقدر تخصصها وتحذف منها اجزاء معاجبتك وتشتغل عليها آآ بطريقة جميلة. مثلا هذه الاضافة او الباكراوند هذا اللي التموج. الان اضيفه تضغط عليه كليك يسار مرتين. راح ينضاف معاك. استنى شوي عشان نشوف كيف راح نقدر نتخصص نفس الطريقة اللي شفتحنا فيها الا اول خيار. اروح الارجع الكمبو. راح ينضاف معاي خلنا نشوف مين انضاف. هذا هو انضاف هنا تمام. آآ اروح على تضغط عليه مرتين كليك يسار. هنا يظهر لي عشان تتحكم فيها الالوان لو اشغل. راح تضحر معاي التموجات. اروح على مباشرة اروح على هنا اغير اللون الاول. واللون اي واللون بي يعني الكولر الاول اللي هو اللون البنفسجي. واللون الثاني هو اللون الازرق او البنفسجي الغامق واللون الثاني هو اللون الزهري مثلا لون الزهري كيف تغيره? آآ عشان تغير تضغط على كولر من تحت من هنا. تعطل هذا الخيار. ضغطه واحدة بس بهذا الشكل. راح تقدر تغيره لاي لون انت تريده. مثلا حول اللون الازرق اصفل اخضر بهذا الشكل. هذا الطريقة تقدر تطبقه على كل القوالب الجاهزة وتعدل الوانها وتعدل على اي جزء خاص فيها داخل اي آآ قالب جاهزة. بالنسبة لترانزيشن هذه اضافات رائعة جدا انتقالات بين كل فيديو وفيديو مثلا عندك فيديو موشن غرافك. هذا الشكل تقدر تعدل الالوان نفس الطريقة من وتختار اللون اللي انت يعجبك وتعدل عليه بطاطة تامة. تمام? بالنسبة للفلات آآ ترانزيشن. الفلات ترانزيشن هي آآ انتقالة حرة. لو افتح عليها. الفلات الحرة الجميل انها تيجي مع ايش? تيجي مع الاصوات الخاصة فيها. خلونا نسمع ونشوف مع بعض ونسمع الاصوات الموجودة مع كل انتقال. ترانزيشن تجي معها انتقالات. مثلا انا نروح على اي انتقال راح تلاحظ ان يجي معه صوت. لاحظ كل الاصوات موجودة مع كل انتقال وهذا الشي راح يوفر عليك وقت انك تضيف صوت وطيف فراح يوفر عليك وقت وجهد كبير انك تجيب بس الساوند الفيكت انه آآ راح يكون حتى في اختيار الساوند الفيكت المناسب راح يكون في صعوبة لكن باضافة موشن برو كل شي جاهز الانتقال والصوت مع بعض وكل انتقال مع صوته المناسب للانتقال الخاص فيه وآآ بطريقة آآ مدروسة ومن ضمن خبراء خاصين ومتخصين بهذا مجال يعني مجهزين لك هذه الاضافة ودارسين الاضافة ومستخدمك كل القوالب والاشياء اللي راح تحتاجها انت في جميع اعمالك تمام? هي الاشياء الجاهزة التحركات الجاهزة مثلا عندي قلب بحب هذا الشكل يظهر في ارقام متحركة فهذه الاشياء جاهزة انت تقدر تخصصها باللون اللي انت عايزه وبالشكله بالرقم اللي انت عايزه هذا شي جميل جدا على برنامج افتر افكت والجميل انه بعد في عندك ايقونات كثيرة تقدر تخصصها وتغيرها وتشتغل عليها شوف معي الانمتز هذا تقدر تتخلى الرقم هذا بدل سبعة تالاف وثمانمية وخمس وعيسين تقدر تخلني مثلا مليون ما عندك اي مشكلة وهنا الديس لايك وهنا الاشياء كثيرة من المنتز الجاهز تقدر تتحكم فيها حتى في الكتابة تقدر تتحولها للغة العربية هنا مثلا عندك لايك اه اربعمية وسبعة وعيسين تقدر تضيف مثلا خمسة الف لايك بدل هذا الرقم ببساطة اه على برنامج افتر الفكتور هنا عندك اه الشيب اه الشيب جاهز مثلا موقع مثلا ايقونتي اي اللي خاصة في اه الفوتوشوب انستجرام يوتيوب تويتر كلها موجودة داخل هذه الاضافة يعني محطي لك كل شي تحتاج لروح على السوشيال ميديا خلا نشوف ايش موجود عندنا في السوشيال ميديا موجود عندك اه اشياء بعض جميلة خاصة في النفس هي السوشيال ميديا حطت لك ايها في مثلا في شي خاص فيها مثلا تروح على التأثيرات الجميلة هذه راح نستخدمها ويستخدمها غالبا المحترفين يضيفون هذه التأثيرات الانفجارات والفوقع الفوقع كذا والاشياء الموجودة كذا الظهور هذا الجميل والدمج الجميل في الانتقالات هذه كلها تقدر تتحكم فيها وتغير الوانها مثلا اختار هذا الشكل انا اقدر اغير في الوانه حسب الفيديو اللي شغال عليه عشان حص الهوية من ضمن الهوية اللي شغال عليها موشن جرافيك او اه شي انا شغال عليه فانت تقدر تخصص هذا الخيار القالب ببساطة من كنترول نفس ما اتفقنا مع بعض لو روح لي قدامها ستظهر معي بهذا الشكل اروح على كنترول على افكت من افكت اروح على كولور اي او اللون الاصفر عشان اعطله من هنا اضغط على السهم هذا الصغير مباشر اضغط على هذا المكان بعدها روح اغير بهذا الطريقة يصير معي لون ازرق او اضيف لون احمر حسب ما انا اختار اروح اللون البعده هو البي بهذا الشكل اعطله من كولور بهذا الشكل بعدين اعطله وبعدين اروح اختار اللون اللي احتاجه مثلا للون الاصفر او اللون الازرق عشان ستجانس عندي ولاحظ ان اللون تغير حسب انا ما اخترته وهذا الجميل في اه اضافة موشن برو انو يعطيك تخصص وتخصيص كامل وتقدر تتحكم في كل الالوان والاشياء الموجودة فيها الاليمنتز وفي القالبة الجاهزة. خلنا نروح نشوف نستكشف الشيب الاليمنتز ونشوف ايش الاشياء الموجودة. لاحظ معي كمية كبيرة من الاليمنتز الجاهز. وهذه انا غالبا شخصيا شخصيا استخدمها في اعمالي الموشن جرافيك واشتغلها بشك كبير اعتمد عليها باشياء كثيرة من اعمالي. في راح تساعدك بشكل كبير انو تضيف لمسة احترافية لعمالك اذا انت امتلكت هذه الاضافة طبعا هي الاضافة مدفوعة لكن راح اقدمها لك بشكل مجاني تطمن. راح اعطيك طريقة تثبيتها على افترافك لكن خلق معي الاخر الفيديو عشان اعلمك كيف راح تثبتها وتحصل عليها. روح ال الاشياء الاساسية مربعات دوائر اه اسم مستطيل مثلث هذه كلها جاهزة شكل سداسي كلها جهزة محركة وجاهزة تقدر تكررها وتخصصها عندك اسهم يمين يسار عندك اشياء تموجية فكلها تقدر تحصل عليها. هنا عندك ايقون ايقونات جاهزة اه بشكل لون ابيض طبعا كل لون تقدر تغيره. مثل ما تفقد مع بعض من قائمة كونترول اي ايقونة للاي عنصر للاي اه للاي باكراوند للاي خليفية للاي اه جزء تقدر تغيره من قائمة وتختار مثل ما تعلمنا قبل شوي مع بعض. هذه كلها ايقونات جاهزة تقدر انت تستخدمها تمام? عندك ايقون اشياء خاصة في الطقس مثل المغيم الشمس اه ممطر اه عندك نجم عندك قمر فهذه كلها مع بعض خلفيات جاهزة والجميل انه يعطيك وتموج وخلفيات رائعة مثل ما نشوف مع بعض. هذه صراحة قليل جدا تلاقيها في البرامج والجميل انه تقدر تتحكم في الوانها والتموج الموجود داخل كل لون. فصراحة شيء رائع جدا جدا جدا. لاحظة يعطيك كمية كبيرة من المتحرك والثابت فهذا صراحة راح يفيدك شيء كبير في فيديوهاتك. هنا عندنا هنا العناوين وهذه صراحة بعد ابداعية يعني عندك عنوان عايزة يظهر بهذا الشكل الجميل بهذا التحريك الاحترافي اللي تستخدم حتى الشركات الكبيرة بهذا الشكل فرح يساعدك بشيء كبير لانه تحصل آآ بداية فيديو قوية او تحرير قوي لفيديوهات او مونتاج او عندك فيديو هذا الطريق تقدر تخصصه وتقدر تضيف اللغة العربية كيف اضيف اللغة العربية يعني بسيط جدا مثلا عندي هذا الايقونة الان اقدر اضيف اللغة العربية كيف اضيف اللغة العربية في ناس كثير ما تعرف كيف تعدل على موشن برو وتضيف اللغة العربية على الجاهز بسيط جدا انا نعلمك الان بشكل آآ بسيط جدا كيف اضيف اللغة العربية وكيف تتحكم فيها ببساطة. انا اضفت هذا مثلا عاجبني هذا التحريك ببساطة اه عايز اغير مثلا اغير اغير هذا الى اللغة العربية خلنا نضيف عشان يبين معنا اكثر اللون خلّنا نضيف لون اسود بهذا الشكل. تمام? اوكي? اسحب واسفل بهذا الشكل. نلاحظ معنى لون الابيض كيف اضيف اللغة العربية لو اكتب. لاحظ معنى لو اكتب اللغة العربية. السلام عليكم. راح يظهر عندي معكوس الكلام وهذا شي يعني يكون واضح يعني ليش? لانه اصلا هي اساسة على اللغة الانجليزية. طيب كيف انا اخلص من هاي المشكلة? هنا رجع على اللغة الانجليزية. تمام? اروح احدد من هنا او شي احدد اه لغة عربية اي خط عندي تمام? احدد او شي انه عندي الخط يدعم اللغة العربية واللغة انجليزية. فرضا هذا الخط تمام? طيب. الطريقة انه تنسخ النص على يعني اجيب النص نفسه على يعني تنسخه فوق. مثلا هن عندي النص هذا موجود. مثلا اكتب فيه موشن برو. ما بشعال. انسخ نفس الاسم تمام? انسخ نفس الكتابة الموجودة على افتر افكت. عفوا. كونترول سي واجيبها على نفس النص الموجود عندي في المكان عشان اقدر احصل على النتيجة صحيحة. تمام? بهذا الشكل. اروح الاول. كونترول بي. لاحظ معي اجت مضبوطة مية بالمية. وبهذا الطريقة انت تقدر تعدل وتخصصها. طبعا عشان اجيبه على الوسط بهذا الشكل. تمام? مش نبروه معا بشعال. تقدر تعدل اللون. اللون زي وزي اي نص ما عندك اي مشكلة. اللون من هنا. مثل ما اتفقنا. اه اصفر هذا حق الايقونة الخلفية. نقدر تحكم بلون مثل معاجب من اللون الاصفر. مثل ما اتفقنا مثل اختار لون احمر. لاحظ معي تغير. زهري صار. التكست من هنا. خلوه شوف التكست من هنا. هذا اللون الابيض. خلوه مثل اللون بنفسجي. لاحظ معي تغير اللون بنفسجي. لو اشغلها تشتغل معاك بكل طريقة وبكل بساطة. لاحظ معاك. استغلت معا. لاحظ. بس اظهرها الفور. طبعا انا 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 غيرت في الكموزيشن. البوزيشن. في ذاك هي تغيرت معاي عشان اتحكى تغيرتها وتحركت يمين ويسار انت مفروض ما تحركها عشان تحصل على النتيجة الصحيحة. يعني عندك الان غلط بسيط. كيف اصلحه. ببساطة احذف هذا الا اول شي اجيب الا اضافة ثانية انا راح اضيف لكم مياه. اضيف الانكاربوينت في الوسط. اجيب البوزيشن اخذني من تحت بهذا الشكل. احذف هذا الجزء بهذا الشكل. واحذف هذا الجزء. عفوين. تمام. هتجيبه هنا بهذا المكان. احذف هذا الجزء. تمام. الان صار عندي يعني الشغل ممتاز. يعني اضفت بس عدلت الموش ان عدلت البوزيشن الموجودة الاساسي. طيب لو اشغل لاحظ. بس عندي انا ضايف نقطة زايدة هاي. هذي هاي اضفة بس. تمام. الان في نقطة زايدة. يا سلام الان صار معي مضبور. تمام. وهذا بالشكل يعني تقدر انت تتخصص وتعدل عليها بطريقتك انت. ومثل ما اعطتكم الاشياء السريعة والاساسية. طيب ايش خلونا تعرف ايش الاشياء الموجودة داخل هذا الاضافة وايش الاشياء اللي راح تستفيد من هنا. هنا الاشياء الخاصة في العنوين مثل ما اشوف مع بعض عنوين جاهزة باشكال جميلة جدا جدا. وتقدر تستفيد منها كثير من الاعمال. هنا هنا الاشياء اللي هي اه تأشر على جزء معين بياني. مثل عندك بناية تريد تأشر عليها او شيء اه تريد تشرح عليه في فيديو معين. فعندك تستخدم هذه العنوين الجاهزة. هنا عندك يسار هي نفسها. يسار بس بيسار. هنا يمين. هنا يسار. هنا يمين. هنا يسار تجيك الاسهم بشكل يسار. وهنا آآ يمين تجي الاسهم بشكل يميني. بهذا الشكل فيها عداد عداد رقمي جاهز. وهنا يعني عنوين كبيرة. هذا بعد شكل ثلاثي الابعات تقدر تخصص وتشتغل فيها. هنا هنا اشياء خاصة في هنا 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 وهنا وهنا تستخدمها باشياء كثيرة ودائما تجيك اعمال فهذه الشركات والعمار الكبيرة شوف معي التحريك الاسترافي والثلاثية الابعادة لو انت تشتغل على اي جزء راح يخذ منك وقت طويل ومجهود كبير عشان تحصل على النتائج زي هذه اللي يشوفها قدامك. هنا ديفايسز ديفايسز خلنا نشوف ايش هي عبارة عن قوالب جاهزة ثلاثية الابعاد. وهذه دائما نستخدمها في فيديوهات اخذ هذا الهاتف واضيف في فيديو معين. لاحظ معاني الانتقال والتحريك السلسوة الرائع للابتوب لجوال اه الايفون اي شيء موجود عندك. هنا اللوغو اه من الاشياء المهمة تحرك لوغو معين تحرك جزء من اللوغو فهذه الاضافة توفر لك تحريك لوغو عبارة انك تجيب اللوغو الخاص فيك وتستبدله مكان اللوغو هذا اللي قدامك وراح يتم تحريكه بكبسة زر واحدة. ساوند افكت ساوند افكت ساوند افكت من الاشياء المهمة جدا ان نستخدمها في فيديوهات في فيديوهات الموشن جرافيك وفي المونتاج يوفر لك عدد كبير من الساوند افكت الجاهز لو شوف مع بعض عدد لا منتهي والعدد اللي يستخدم غالب المحترفين الموشن جرافيك على اعمالهم وفي المونتاج فخلونا نسمع مع بعض الساوند افكت الموجود جميع الساوند افكت اللي انت تحتاجه جميع الساوند افكت اللي استخدموا محترفين المونتاج والموشن جرافيك موجود على موشن بروك. هذا اضافة مهي مجانية لكني انا بوفرها لك بشكل مجاني مع طريقة تثبيتها وبشكل بسيط جدا على برنامج افتر. فكت معي لك بس آ تروح على قناة التليجرام راح تلاقي في وصف الفيديو قنوات تليجرام خاصة في التصميم والذكاء اصناعة يدخل عليها راح تلاقي رابط القناة راح تلاقي رابط القناة موجود. فدخل على رابط القناة راح تلاقي فيديو الخاص في تثبيت هذا الاضافة وشرح تثبيتها مع رابط تنزيلها بشكل مجاني ومع شرح تثبيتها لانه لو نزلت الشرح تثبيتها بهذا المكان راح يسوي لي تقييد لي الفيديو وينحاذف الفيديو من اليوتيوب فانا راح اترك لك رابط قناة اليوتيوب رابط قناة التليجرام اي مشكلة تواجهك واي اضافة تحتاجها فقط ترك ليها في التعليقات واذا اعجبك هذا الشرح البسيط لا تبخل علينا باللايك والشير والاعجاب ولا تنسى تفعل زر الجرس عشان يصدك كل جديد القناة وانتصدك الاشياء الجديدة راح تتبني منها في المونتاج والتصوير والذكاء الاصطناعي وفي الختال سبحانك الله وبحمدك اشهد ال لا الان تستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته